ملفات كبيرة يحملها وزير الخارجية الأمريكي المعين حديثاً مايك بومبيو في جولته الشرق أوسطية أبرزها ملف إيران النووي وما يرتبط به من تهديدات لدول المنطقة الجولة التي تستمر ثلاثة أيام وتشمل أكبر حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط كالسعودية وإسرائيل والأردن سيعرض بومبيو خلالها خيارات وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي الإيراني رغم تأكيده من بروكسل أن ترامب لم يحسم قراره بعد غير أنه من المرجح أن يقرر انسحاب واشنطن من الاتفاق الشهر المقبل مماهداً لإعادة فرض عقوبات على برنامج طهران النووي بالنسبة لخطة العمل الشاملة المشتركة تحدثنا عنها اليوم وأنا واثق من أن هذا الموضوع سيكون مطروحاً خلال جولة في الشرق الأوسط أيضاً لن نتحدث عن مصادر القلق التي عبر عنها الرئيس ترامب فقط بل سنتحدث أيضاً عن السبل التي قد تمكننا من تلافي تلك العيوب وإيجاد حلول محتملة للنواقص التي حددها الرئيس ترامب لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن وفي حال غياب حل جوهري أو عدم التغلب على هذه النواقص فمن غير المحتمل أن يبقى الرئيس ملتزماً بالاتفاق وإضافة إلى ملف إيران النووي يبحث بومبيو مع نظره عدل الجبير وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حرب اليمن وزيادة مساهمة الدول الحليفة لواشنطن في الحرب ضد داعش وهو ما تطرق إليه ترامب خلال لقائه بالمستشارة الألمانية أنجلا ميركل وبعد السعودية يتوجه بومبيو إلى إسرائيل للقاء رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو ثم إلى الأردن حيث ستتناول المحادثات الملفين الإيراني والسوري إضافة إلى مستقبل مدينة القدس بعد قرار ترامب نقل السفرة الأمريكية إليها كما ويحاول بومبيو خلال جولته إعطاء دفع جديد للديبلوماسية الأمريكية وتأكيد عودة الزخم إليها بعد حالة عدم الوضوح التي سادت ولاية سلفه ريكس تيلرسون قبل إقالته وذلك وسط أجواء من التفاؤل عكستها تصريحات المسؤولين المرافقين له في جولته بأن الديبلوماسية الأمريكية بات لها مجددا رئيس يمكنه التكلم باسم البيت الأبيض وسيركز على مهمات الوزارة الجوهرية ترجمة نانسي قنقر